امبارح ودي مصادفة كويسة قوي انك قلت الجملة الاخيرة دي امبارح في المؤدمة بتاعة الحلقة في البرنامج ده كنت بتكلم على انه في حاجات كتير حصلت للأسف الشديد في حياتنا يمكن من وجهة نظري تاني من حيات ذات اليسارية اللي انا مش عايزة بلاعها لحد برضو انه احنا من السبعينات والتمانينات والتسعينات عانينا من حالة انسحاق يعني طول الوقت حد بيحاول يفهمك انك ما تسويش وانه ثقافتك دي اي كلام وانه المصريين دول ناس اي كلام وحاجات زي كده وانا عمري فعلا ما شفت ده في افلام يوسري نصر الله بل بالعكس المصري ده مهم ويمكن انا بفتكر هنا وانا برجع بزهني الورى فيلم المدينة العرض بتاعه في مهرجان اسكندرية وبتتكلم على شبان بساط جدا باسم وناجاتي والشلة بتاعتهم في رود الفرج وهم بيغنوا رود الفرج يا رود الرود والحاجات اللطيفة اللي زي كده وانه هم مش شايفين نفسهم ما يسويش هم شايفين نفسهم يستحقوا اكتر من كده بكتير ده كان المدينة مش موضوع استحقاق مش موضوع استحقاق بدأني يعني مش موضوع قناعة ولا موضوع استحقاق مش موضوع تديني ايه وقديك ايه رفض الانسحاق بس انت ديك ايمة بس وحتدفع عنها حدفع عن امتك مش هتخلي حد يقولك انك ما تسويش مش هتخلي حد يقولك ان احلامك دي ممنوعة احلامها مش بس ممنوعة حقاقها انت ممنوعة احلامها متى يالي المقاومة دي مقاومة مقاومة اللي عايز يتحكم فيك بانه يخليك تحس انك انت مش ولي حاجة انك ولي حاجة ده يعني هنا بتلاقيها يعني اذا بتتكلم عن المدينة المدينة في علاقة مهمة جدا اللي هي علاقة علي بابوه اللي هو عايزه يقبأ بالزبط محاسب زيه ومش ايه هو علي عايز يقبأ ممسك اه ومن حسن حظ علي بينسى بيصاب في حدثة وبيفقد ذاكرته وبيبتدي ينقي الناس الناس على اساس ايه على اساس اللي قابله زي ما هو ده عائلته اللي مش قابله مالوش لازمة في حياتي وفي مواجهة جامدة جدا بينه وبين ابو اللي هي حاجة صدمة جدا في مجتمعنا اللي هو دايما الاب ده دي قدسية والحاجات دي كلها هنا المواجهة بتخلص بمصالحة بس المصالحة على اساس انا مين مش انت عايزني تبقى اه بقى ده متى يقلي ده كلنا كشباب عيشنا ده كلنا بدون سسناء يعني واللي يقول لك غير كده كذاب ايه يعني دخلت الاول الاقتصاد وعلوم سسناء وكده درست السينما اه بس ما كانش فيه اجبار اجبار على ده حياتي ترجمة نانسي قنقر